ينضم إلينا في الستوديو أحد أعيان محافظة العلا فارس الأيداء أهلا بك أستاذ فارس معنا في نشرة النهار إياك الله أهلا وسهلا يعني بداية كيف تصف لنا عن قرب التحول والتطور الذي تشهده العلا في الفترة الأخيرة الماضية قولها محافظة العلا إحدى أهم المحافظات في منطقة المدينة المنورة الواقع في الشمال الغربي في بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية والتي أرخ لها التاريخ منذ القدم وتعاقبت عليها العديد من الحضارات الحضارة الديدانية واللحيانية والثبودية والنبطية وقد بقيت بعض المعالم والأثار التي تدلل وتشير إلى هامية العلا من الناحية التاريخية والجغرافية فمن الناحية الجغرافية فهي تقع في بلتقى طرق القوافل البرية القادمة من جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد الشام والمتجهة من العراق وتيمة إلى العلا ومنها أيضا إلى مختلف الجهات من العراق وتيمة إلى العلا ومنها أيضا إلى مختلف الجهات الشامية ومما يذكر في ذلك فقد كان الحجاج يضعون بعض أمتعاتهم كأمانات عند أهالي العلا وهي ميزة تميز بها جميع شكان العلا الذين يتمسكون بالعادات والتقاليد العربية والإسلامية الأصيلة ومما يميز العلا النواحي الزراعية فمن المعلوم فقد امتازت العلا بوفرة مياهها وكثرة بساتينها فالعلا يوجد بها أكثر من مليونين نخلة طيب كيف استفاد أهالي العلا من حركة الزوار والسياح في المحافظة في الفترة الأخيرة طبعا مثل إقامة هذه الوناسبات العالمية يجعل التأثير وسمعتها تتعدى حدود المنطقة إلى المستوى الإقليمي إلى المستوى الإقليمي والعالمي مما يسوق المنطقة عالميا لتكون وجهة الكثير من السواح للمستوى العالمي طيب إقامة مناسبات ضخمة وكبيرة على مستوى عالمي في العولة كيف ينعكس على المحافظة على أهل المحافظة كذلك ينعكس طبعا هذا شهد العلا الفترة الماضية وحاليا طفرة وتطور وملحوظ في جميع النواحي وهذا ضمن مشروع كبير على مستوى المملكة لتحقيق روية عشرين ثلاثين بقيادة أمير الشباب ولي العهد الأمير محمد ابن سلمان حفظه الله كيف تساهمون والشباب كذلك في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ في العلا على التاريخ التراثي التاريخ الطبيعي والاستثنائي في محافظة العلا منطقة العلا مثل ما تعرف يعني منطقة أثرية ولها تاريخ يمتد إلى ألاف السنين مما يزيد من أهميتها ويجعل على عاتقنا كأبناء لهذه المنطقة أهمية كبيرة في المحافظة على هذا الإرث وهذا التاريخ والذي حبان الله فيه من خلال التعاون المشترك من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وعلى رأسهم الهيئة الملكية لمحافظة العلا وأبناء المنطقة من خلال إقامة المحاضرات والندوات التي تعزز الوعي بأهمية المنطقة وأهمية المحافظة عليها من أبناء البلاد ليصبح هذا واجب وطني على أبناء المنطقة طيب قبل أن نختم إذا كان لديك كلمة أخيرة تقولها عندي كلمة أخيرة عن مجلس التعاون ممكن تسمح لي يعني تفضل بس بشكل مختصر الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الشكر الجزيل لكل من ساهم في منحنا هذه الفرصة لنتحدث في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وفي الحقيقة مشاعرنا في هذه المناسبة لا يمكن اختصارها في مقابلة أو كلمات فهي أكبر من ذلك بداية نتوجه بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على هذه المكرمة التي يعجز اللسان عن التعبير وعن وصف مشاعر أهل المنطقة وغبطتهم بها هذا الحدث الذي سوف يسجله التاريخ بمداد من ذهب مقترنا باسم العلا كيف لا وخادم الحرمين الشريفين وضيوف قادة دول مجلس التعاون الخليجي يعقدون قمتهم الحادية والأربعين على أرض العلا أرض الحضارات والتاريخ نسأل الله أن يجعلها قمة نجاح تتحقق فيها أمال وطفوحات خادم الحرمين الشريفين وضيوفه قادة مجلس التعاون قمة تتحقق فيها عزة الخليج ومكانته ورفاهية شعبة وتقترل قراراتها الناجحة باسم هذه المنطقة الغالية أنا أشكرك جزيلا وأعتذر منك لضيق الوقت انتهى وقتنا ولدينا فقرات أخرى سنذاب إليها أشكرك جزيلا لحضورك ضيفي في الاستوديو الأستاذ فارس العيداء أحد أعيان محافظة العولة شكرا لحضورك شكرا لكم شكرا لكم